السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طالبات الصف الثالث المتواصد مع الدرس الثاني العناصر الممثلة الفصل الرابع العناصر الممثلة بناتي تتضمن المجموعة واحد والمجموعة اثنين من الجدول الدولي كذلك المجموعة 13 إلى المجموعة 18 نتكلم أولا عن المجموعة واحد المجموعة واحد تسمى الفلزات القلوية يبقى يطلق عليها كما ملون باللون الأصفر الفلزات القلوية طيب ما هي صفات هذه المجموعة بناتي صفاتها أنها لامعة وصلبة ولها كثافة منخفضة ودرجة انصهرها منخفضة أيضا بناتي هذه العناصر همة جدا في حياتنا وتدخل في تركيب مواد كثيرة وأيضا تدخل في تركيب أكساد الكائنات الحية فنشوف كذا المجموعة عندي تحتوي على خمس عناصر كما بالشكل العنصر الأول الليثيوم والليثيوم يستخدم في صناعة البطاريات للكاميرا والسوديوم يدخل في تركيب ملح الطعام والبوتاسيوم يوجد فيه عنصر هام جدا في جميع الغذاء الذي نتنوانه كالموز والفاكهة والخضروات أما عندي الريبوديوم، السيديوم، الفرانسيوم الثلاث عناصر دول بنات بسميهم عناصر مشعة يبا يهمني استخدام العنصر الأول الليثيوم ويستخدم في صناعة بطاريات الكاميرات وكذلك في لز السوديوم الذي يدخل فيه تركيب كلوريد السوديوم المعروف بملح الطعام والبوتاسيوم، وقلت البوتاسيوم هام جدا ويدخل فيه تركيب الكثير من الأغذية المتناولة يبا إذن هذه هي عناصر المجموعة الأولى ننتقل بناتي إلى عناصر المجموعة 2 عناصر المجموعة 2 تسمى بالفل الزات القلوية الأرضية وتبدأ بعنصر البريليوم والبريليوم عنصر هام جدا يدخل فيه تركيب الزمرد يدخل فيه تركيب الأشياء الثمينة العنصر الثاني الماغنيسيوم الماغنيسيوم يدخل فيه تركيب كولوروفيل النباتات الخضراء التي تستخدمه النباتات في عملية البناء الضوي كذلك بناتي عنصر الماغنيسيوم هام فيه تركيب جسم الإنسان نفسه يجب أن يحتوي بعض الأغذية على عنصر الماغنيسيوم أيضا الكالسيوم الكالسيوم هام فيه تكوين العظام والأسنان آخر سالة على عنصر سترانشيوم وباريوم وراديوم هذه العناصر هي عناصر مشاعة يبقى إذن مرة أخرى بناتي الكالسيوم يدخل فيه تركيب الأسنان والعظام والماغنيسيوم في تركيب الكولوروفيل الأخضر والبريليوم في تركيب الزمروت هذه هي عناصر المجموعة الأولى والمجموعة اثنين طيب باجي عناصر العناصر الممثلة توجد في المجموعة 13 إلى المجموعة 18 فإذا بدأنا بناتي بالمجموعة رقم 13 المجموعة رقم 13 تسمى مجموعة البورون أو عائلة البورون نسبة إلى البورون الذي يوجد فيه بداية المجموعة إذا نظرنا بناتي نجد أن المجموعة 13 تحتوي على البورون والألمونيوم والجاليوم والإنديوم والتاليوم البورون هام جدا في صناعة أواني الطهي الحديثة لما أقول أنا اشتريت إناء بايريكس نتيجة إلى وجود البورون فالبورون عنصر يمكن وضعه على منطقة حرة مكان حار ولا يحدث له شيء يمكن أن يوضع في مكان مجمد ولا يحدث له شيء فإذا البورون يستخدم في صناعة أواني الطهي التي يمكن نقلها مباشرة من الثلاجة إلى الفرن أو العكس دون أن ينكسر عنصر الألمونيوم يدخل في صناعات كثيرة عنصر الألمونيوم بناتي عنصر الألمونيوم يدخل في صناعة أواني الطهي وعلب المشروبات الغازية كذلك هياكل الطائرات وكذلك في صناعات عديدة يستخدم فيها الألمونيوم أما الجاليوم الجاليوم بناتي عنصر صلب درجة حرارة منخفضة يستخدم في صناعة رقائك الحاسوب الأجزاء البسيطة جدا والصغيرة جدا للحاسوب ننتقل إلى المجموعة الأخرى وهي المجموعة رقم 14 وتسمى مجموعة الكربون نظرا لوجود الكربون في بداية المجموعة المجموعة 14 تبدأ بالكربون والسيليكون تبدأ بفليز بعد كده السيليكون والجرمانيوم لا فليز والتينيوم اللي هو القصدير والرصاص في نهاية المجموعة نجد بناتي أن العراصل المجموعة 14 أو مجموعة الكربون هام جدا الكربون يدخل في تكوين أجسام المخلوقات الحية حتى لو أنت تذكروا جلنا كيف يتم حساب عمر المخلوقات الميتة عن طريق قياس نسبة الكربون في جسد الكائن أيضا الكربون يدخل في صناعة بنات أقطاب البطاريات الجافة لأنه في صورة من صور الكربون كالجرافيت موصل للتاريك كهربائي بعد كده عندي السيليكون السيليكون شبه في لز يدخل في تركيب الرمال يعني يحتوي الرمال على معدن كالسيليكون أيضا حلواتي السيليكون هو أهم عنصر لصناعة الأجهزة الإلكترونية الآن وكذلك الجرماني لكن السيليكون يفضل استخدامه لأنه ما يتأثر بدرجة الحرارة سريعة مثل الجرماني فإذا السيليكون يدخل في صناعة الأجهزة الإلكترونية لأنه شبه موصل أو بنسميه شبه فيلز ننتقل إلى الرصاص والقصدير هم أسقل عناصر المجموعة 14 فإذا تكلمنا عن استخدامات الرصاص فهو مهم جدا في الطب في الوقاية من أشعة إكس التي تستخدم في تصوير جسم الإنسان أو تصوير الأسنان كذلك يدخل في صناعة البطاريات وأنصر الرصاص عندي كذلك أيضا بناتي تطلع بجدران المفاعلات النووية لمنع تصرب الإشعاعات الضرة من المفاعل النووي أيضا يستخدم في حفظ الأواني التي يتم فيها حفظ المواد المشاعة يستخدم فيها الرصاص أما القصدير مهم جدا في مجال الطب في أنه يستخدم في حشو الأسنان وطلاء العلب حفظ الأطعمة الفولازية من الداخل تطلع بطبقة من القصدير يبقى كده بناتي العناصر المجموعة 14 ننتقل إلى عناصر المجموعة 15 وتسمى بعائلة النيتروجين أو مجموعة النيتروجين تبدأ بعنصر النيتروجين بعدها فسفور بعدها الزرنيخ بعدها أنتيمون وأخرهم البزموت عنصر النيتروجين بناتي مهمة جدا جدا في تكوين المادة الوراصية التي تخزن الجينات والطاقة في جسم الإنسان يبقى يدخل في تركيب المواد الحيوية التي تعمل على تخزين المعلومات الجينية والطاقة في جسم الكائن أيضا النيتروجين يدخل في الكثير من الصناعات منها أولا صناعة الأسمذة التي تضاف إلى النباتات يستخدم في صناعة الأسمذة التي تضاف إلى النباتات كذلك يحتوي غاز الأمونيا ويستندغ غاز الأمونيا من النيتروجين والهيدروجين يستخدم كمنظف ومطهر للجراصيم عندما يذاب في الماء كما أيضا تضاف الأمونيا بناتي الأمونيا السائلة إلى التربة بوصفها سماد للنباتات أيضا تستخدم الأمونيا في تجميد الطعام وفي تجميد الطعام في الثلاجات ويستخدم أيضا الأمونيا في صناعة النيلون والمظلات فإذا هذه استخدامات النيتروجين ومشتقطها نتكلم عن عنصر الآخر وهو الفسفور ينقسم الفسفور إلى نوعين الفسفور الأحمر والفسفور الأبيض لكن ما هو أكثر نوع استخداما وانتشارا هو الفسفور الأبيض لذلك بناتي يجب أن لا يتعرض للأكسوجين لأنه نشط جدا يتفاعل مع الأكسوجين فيؤدي إلى انفجار طيب تصنع رؤوس عواد استقاب من الفسفور الأحمر لماذا؟ لأنه أقل نشاطا من الفسفور الأبيض مركبات الفسفور أيضا مهمة لصحة الأسنان والعظام لذا بناتي يجب علينا تناول وجبة من الأسماك أو المأكلات البحرية إسبوعيا لتعويض الجسم من الفاقد من الفسفور وهو ضروري في تكوين العظام وكذلك الأسنان مثل الكالسون أيضا الفسفور بناتي يستخدم في صناعة الأسمدة الأساسية التي تضاف للنباتات نتكلم عن المجموعة 16 المجموعة 16 تسمى عائلة الأكسجين تبدأ بعنصر الأكسجين بعدها الكابريت السيلينيوم تيلينيوم بوكلينيوم عنصر الأكسجين هام جدا في التنفس للمخلوقات الحية أنا عندي كل العناصر لحظت بناتي كل العناصر الجدول الدوري لها استخدام أهمية في حياتنا عندي عنصر الأكسجين تتنفسه المخلوقات الحية ويحتاجه الجسم ليه إحنا نتنفس الأكسجين لأنه يتفاعل مع الغذاء وينتج الطاقة التي يحتاجها الجسم كما يدخل أيضا بناتي يدخل الأكسجين في تركيب الصخور والمعادن يبقى هذه أهمية أخرى للأكسجين كما أيضا الأكسجين ضروري لعملية الاشتعال والاحتراق أيضا حلواتي عنصر الكابريت عنصر الكابريت لا في لز أصفر وصلب يستخدم بكميات كبيرة في حمد الكابريتك حمد الكابريتك وهو أكثر الأحماض استخداما في العالم يستخدم كمنظف ويستخدم أيضا في صناعة الطلاء والأسمدة والأنسجة الصناعية والمطاط والمنظفات نخطب عنصر السيلينيوم عنصر السيلينيوم هو موصل للكهرباء عند تعرضه للضوء لذا يستخدم في الخلايا الشمسية في صناعة الخلايا الشمسية ننتقل بناتي إلى المجموعة 17 المجموعة 17 تسمى مجموعة الهالوجينات ومعنى الهالوجين بناتي معناها مكون للملح إذن عندما يتفاعل مع مواد أخرى يكون الملح أولهم عنصر الفلور وهو نشط جدا يليه الكلور يريه البروم يريه اليود يليه الإسيتاتين فعندي عنصر الفلور بناتي يستخدم في مواد التبريد يستخدم أيضا في معجون الأسنان أما عنصر الكلور يتحد مع السوديوم لتكوين ملح الطعام أيضا حلواتي عنصر الكلور يستخدم في المنظفات عنصر اليود اليود هام جدا في علاج الغدة الدرقية إذا يضاف لبعض الأطعمة عنصر اليود نختم العناصر الممثلة بالمجموعة 18 والتي توجد في أقصى يسار الجدول الدوري أو هي آخر مجموعة في الجدول الدوري المجموعة 18 تسمى الغازات النبيلة وسميت بالغازات النبيلة لأنها توجد في الطبيعة منفردة ومعنى منفردة بناتي أي أنها لا تتفاعل نادرا ما تتفاعل وتتحد مع عناصر أخرى إذا سميت بالعناصر النبيلة أو أحيانا بنسميها الغازات الخاملة بسبب قلة نشطها تبدأ بعنصر الهيليوم النيون الأرجون كريبتون زينون رادون الهيليوم هو أقل للعناصر كسافة في الهواء ولا يشتعل ولهذه الخصائص بنات سبب في أن يستخدم الهيليوم في ملء البلونات والمناطيض طيب في بنات يقولون أن عنصر الهايدروجين أخف وأقل إلا أن عنصر الهايدروجين مشكلت بنات إنه يشتعل فلا يستخدم مع أنه أخف من الهيليوم إلا أنه لا يستخدم لأنه قابل للإشتعال نأتي إلى عنصر النيون عنصر النيون فباق الغازات النبيلة تستخدم فيه اللوحات الإعلانية لماذا تستخدم فيه اللوحات الإعلانية؟ لأنه عندما يمر بها تيار كهربائي تتوحج هذه الغازات بألوان مختلفة حسب نوع الغاز فإذا تكلمت عن الهيليوم عندما يمر به تيار كهربائي يتوحج باللون الأصفر والنيون باللون البرتقالي المهل إلى الحمرة بينما يتوحج الأرجم باللون الأزرق البنفسجي الأرجم بناتي هو أكثر الغازات النبيلة انتشاراً في الطبيعة نأتي إلى عنصر الكريبتون الكريبتون يستخدم مع النيتروجين في مصابيح الإنارة العادية لأنا خلطت الكريبتون مع النيتروجين لأنها تحفظ سلك التينجستون أو بنسميها فتيلة البصفاح من الاحتراق كذلك يستخدم مصابيح الكريبتون في الإنارة الأرضية لمدرجات المطارات نجد بناتي في نهاية المجموعة الرادون وهو غاز مشع إلا أنه هام جداً هام حلواتي في أني لازم أنتبه أني ما أتعرض لغاز الرادون لأنه مشتق من اليورانيوم في عملية التحلل الإشعاعي فإذا تعرضت الإشعاع الرادون يسبب سرطان الرئة يبقى لذا يحفظ الرادون ومشتقات اليورانيوم داخل مبنى معين أو داخل مفاعل ناوي لحماية الناس من أضرار الغازات الناتجة عن هذه المواد ويكون انتهى الدرس الثاني عندي وأشوفكم على خير حلواتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر